بصوا بقى في حكاية كهربا عادة اللي زي كهربا اللعب اللي زي كهربا الناس الجماهير الموضوع بتاع كده هنا وكده هنا وانا اصل انا اللعب بتاعي واصلي كهربا اللي مش عارف ايه انا بصراحة شخصيا ببص اللعب الكورة لعب كورة مليش دعوة بالدواخل والخوارج والحاجات اللي بتتقال دايت الحمد لله يعني هنا في البرنامج عمرنا متطرقنا للمشاكل اللي الناس بتبقى نفسها تسمعها بصراحة او بعض الناس انا عايزين نتكلم كورة كهربا لعب جيد اه طبعا كهربا لعب جيد كهربا لعب موهوب اه طبعا لعب موهوب كهربا خسرناه في الكورة المصرية طوال الفترة الماضية اه طبعا خسرناه مين بقى ليه حق ومين هياخده ومين الغرامة اللي مستحقة نتزا مالكة هي مستحقة طبعا واكيد كده هتدفع والتفاصيل الكثيرة دي مش هي اللي انا هقف عندها الزمالك كان صح الاهل كان صح كهربا نفسه غلطان غلط كبير كل ده انا حطه على جنب مليش دعوة بيه انا ليه دعوة بيه ده موهبة في الكورة المصرية خسرناه خسرناه بقى بسبب وهو بسبب ظروف خارجية بسبب 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 خسرناه الفترة الماضية موهوب موهوب في التحرق بالكورة موهوب في التهديف موهوب في التصويم موهوب برجل اليمين والشمال موهوب في المهارات الفردية موهوب خسارة نهار ده انا بفرج عليه عمال اقول يا ناس يا ناس هو احنا عندنا كم موهبة زي كهربا ولما بقول يا ناس ممكن يا ناس دي كلها تبقى عيد على كهربا يعني كهربا هو اللي يبقى مسئول على كل اللي حصل قبل كده عشان بس او انت بتفرج علي ما تقوليش آه انت عملت اقول يا ناس دي عيد على فلان ولا عيد على علان ولا الهوى ممكن يبقى كهربا نفسه هو اللي قصر بس كنا خسرانين وهو خسران طبعا هو أكيد أكتر واحد خسران أكيد خسران عدم لعب وخسران جرامات وخسران خسران حاجات كثيرة لعب موهوب لعب موهوب النهاردة عمل مباراة كبيرة جدا المفاجأة بالنسبة لي أن كهرباء النهاردة كان نازل ياكل النجيلة اللي هو أنا هتقلق يعني هتقلق يعني حتى المجهود البدن اللي عمله كهرباء أعتقد أنه أكتر كمان من الطبيعي في الفترة اللي يعيب فيها لحد ما خرج أكتر من الطبيعي حب أنا اللعيب لما يبقى جعان وينزل ياكل النجيلة ده عمله كهرباء النهاردة والميزة اللي خلي الكهرباء يشارك النهاردة اللي هي عيب طبعا بالنسبة للمرس الكولر يعني إنه كهرباء المركز اللي لايب فيه النهاردة كمهاجم مرس الكولر بيعاني فيه مع كامل الاحترام لكل المهاجمين في النادي الأهلي أو اللي جربوا يلعبوا في هذا المركز ولا واحد فيهم إدى المرس الكولر أمارة إنه ممكن يبقى هو المهاجم الأساسي للنادي الأهلي عشان كده كهرباء جاي من بعيد أوي وهو اللي خاد النهاردة يعني مثل مش جاي من بعيد أوي ففيه إصابات كتيرة في مركز المهاجم في النادي الأهلي فاتطر يلعب بكهرباء اتطر لأ ده اختاره على مهاجمين جاهزين أنا بهني كهرباء بصراحة بهني النادي الأهلي النهاردة بفوزه أتمنى المشكلة تخلص بأي شكل ما معرفش إيه هو الشكل معرفش مش اللي هو جاهل بالمعلومات لا معرفش إزاي ممكن تخلص مين هيدفع الغرامة كهرباء يتحملها الأهلي هيتحملها المحكمة هيبقى لها المحكمة رئيضية لها شأن معرفش الأمور دي بتمشي إزاي أو هتمشي إزاي فيها صلح خير ولما بقول صلح أنا برضو بحاول إيه أأكد على كلامي لما بقول صلح الصلح ده إن كل واحد ياخد حقه كل واحد ياخد حقه بس الأهم بالنسبة لي إنه كهرباء يلعب لاعب كرة مصري يلعب ده لاعب منتخب ده لاعب منتخب مصر خسرانين راجل بتقدم بيه له عمر خسرانين يعني هو أكيد زي ما قلت لكم الخاسر الأكبر